استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيدة ياواتسيجان رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية مشيدا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو ومعربا عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما على المستوى البرلماني كما أكد السيد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتصق مع مستوى العلاقات المتميزة مؤكدا سيادته أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطط الوطنية للتنمية ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من جانبها نقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات رئيس التوجولي فاوري آيديما للسيد الرئيس مؤكدا اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعبا وبدورها التاريخي في القارة الإفريقية والذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر